احلى مساء. تعال اقول لك النهاردة ازاي تشغل او بتاع في مصر. اه طبعا احنا عندنا في مصر مقفول في معظم في معظم والألعاب والحاجات دي. لكن في طريقة كويسة جدا اه في نقدر نشغل بيها الطريقة دي متجربة على ويندوز تان ويندوز وكلها شغلها بنفس الطريقة. من غير اي برامج مش هتنزل ولا اي حاجة زي اه في الطرق التانية. طبعا طريقة دي طريقة كويسة جدا. يعني تجربها وهتشتغل معك. لكن لو مش عايز تنزل برامج اي حاجة. جرب معيها الطريقة دي وان شاء الله هتزبط معك. اول حاجة هتروح دايس تحت هنا على اليمين على علامة النتورك. وهتروح على وهتقول له طبعا انا هنا اريدي ضايف اه اكس بريس وفي بي ان. لكن احنا مش هنحتاج اه اي واحدة من دول. ممكن ما تلاقيش عندك اي اوبشن. المهم انت تدوز تحت. بعكية هتروح على اد. اول حاجة هنروح دراحين على ونسميه لازم يبقى بالطريقة دي. كلها حتى مش ولا اي حاجة. ليه? هقول لك ليه في الخطوة التانية. اه انا عملت هنا هسيب لك الادرس ده في الدسكريبشن لو الفيديو على اليوتيوب او في لو الفيديو ده على التكتوب. تمام? بعد كده هتروح نازل تحت يوزر نيم اوبشنال وباسورد اوبشنال في بي ان. بعد ما هتعمل كده انا سيف عندي هنا ما قدرش هدوس عليها عشان انا اريدي عندي اسمه في بي ان. هتلاقي هنا حتى الراجل عيلك ده ده يعني ده موجود بالفعل اللي هو في بي ان. فمسلا لو سميته في بي انتو هقدر ادوس على سيف. لكن الفكرة انت عندك لازم تسميه في بي ان. كله سمول بالطريقة دي. ودوس سيف. هيتضاف عندك هنا. ما تعملش تستنى. روح اعمل على الناتورك واختار دوس على تحت هنا. ودوس على هيفتح لك الراجل ده كده. هتلاقي عندك ممكن ما يكونش عندك الادابتورات دي كلها. اه لكن هتلاقي عندك واحد اسمه اللي انت لسه مكريته. دوس على ودوس على نتواركينج. اتأكد ان انت على طبعا تأكد ان في علامة صحة هنا. يعني تسعة وتسعين في المية هيكون علامة الصحة واردي موجودة. لكن انت دوس علشان تختارها وهتدوس بعد كده هتلاقي هنا عندك حاجة اسمها لو دي عليها صح شيلها ودوس اوكي. لازم تتأكد انها متشالة مش موجودة. ليه? لان انت لو سايب انت كده الانترنت بتاعك كله هيروح من اللي انت بتعمل عليه. لأ احنا مش عايزين كده احنا عايزين بس بتاعه هو اللي يروح اه عن طريق وخلي بالك هنا فقط هو اللي هيروح اه عن حتى مش اللعبة نفسها. ده معناه ايه? معناه ان بتاعنا مش هيتقصل. او بتاع الخمسين مسلا هتلاقيه خمسين ثابت هو هو لكن شغال. اه بعد ما تشيل على انت الصح ادوس اوكي 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 اتأكد انه كله تمام. ايفل الكلام ده? ايفل هتسيبه. يعمل اعمل اعمل اهو كله تمام. قلو جدا. بعد كده بقى هنروح اه على عندي. انا هفتح هنا. وهنلاقي عندنا فايل اسمه اشغله وهتلاقي هنا قالك اوكي. اول لما يقول لك اوكي كده تعرف انه اخلو تمام دوس انتر هتقفل معك. وافتح لعبتك عادي جدا. ادي له دي بس بيسخن الماكنة بتسخن. يا مسهل. الطريقة دي متجربة والاوبن في بي ام الادرس اللي انا مستعمله ده مغيرتوش تقريبا من ثلاث شهور. ممكن اكتر من ثلاث شهور كمان. فده انا بس بقول لك ان الادرس ده شغال تمام مزبوط واحتمال كبير مش هتحتاج تغيره آآ لفترة كبيرة. لكن لو احتاجت تغيره هقول لك تجيبه مني. خلينا بس نتأكد ان الفويب شغال. هروح على play practice وهروح على الرينج بتاعنا بيحمل. وهي دي هتلاقي علامة آآ النتورك او علامة الفويب شغالة وهتلاقي نفسك بتتكلم على الشمالة. يبقى كده الفويب بتاعنا شغال. والبينج بتاعنا ستة وقمسين زي ما انت شايف. practice هتلاقي الدنيا معاك زي الفول. بس يعني اللي عارفت اضرب هيت شوتز. هتلاقي الدنيا معاك زي زي الفول. طيب. دلوقتي عايزين نعرف بقى لو هنغير الادرس لها هنغيره من ايه? هنفتع جوجل كروم. وهنكتب open gw.net لمواخزة open gw.net ادي له فرصة. فتح. هتلاقي راح محاولك على vpngate.net. يبقى انت ممكن تروحها على vpngate.net على طول. هيفتح لك الموقع ده. هتنزل تحت وتختار اي واحدة من دي. اللي هو الادرس دي يعني هتختار اي واحدة منهم. الافضل انت تختار واحدة يكون عليها سيشنز قليلة. يعني مسلا الراجل ده تمانية وعشرين سيشنز كويسين. مقارنة بالباقين. هتلاقي هنا انه في اليابان هتقول لي مش اليابان دي بعيدة والبينج بتاعي هيزيد. هقول لك لأ لان اللي موجود اللي احنا شغلناه بتاع فويب فالورانت. آآ كل اللي بيعمله انه بيعمل للفويب بتاع فالورانت بس عن طريق لكن اللعبة نفسها مش آآ مش هتبقى عن طريق ال vpn هتبقى عن طريق الانترنت العادي بتاعك. طيب هنختار بس الادرس ده هنعمل له copy هتروح رايح على vpn طبعا نتأكد ان انت بعد كده هتروح على more vpn settings روح على vpn اعمل advanced وهتغير الادرس هنا. طبعا هم كلهم نفس الشكل اختلاف بس الرقم اللي هنا فانت يعني لو مش عايز تعمل ده متين تلاتة وعشرين روح هنا وعمل متين تلاتة وعشرين وعمل انا مش عامل كده اسيبه مية تلاتة واربعين ده سيرفر كويس انا بقى لي اكتر من ثلاث شهور او اربعة كمان مغيرتوش فانا هسيبه وشغل عليه. بس بعد ما تعمل اعمل وعمل تاني. وشغل الباتش وتأكد انه كله تمام. طبعا انت بس تتأكد اهم حاجة ان اللعبة مقفولة قبل ما تشغل الباتش اه بعدها هفتح اللعبة بعد ما تشغل. في حالات احيانا كتيرة كمان محتاجتش ان انا نقفل اللعبة قبل ما شغل الباتش وشتغل عادي. لكن فيه برضو احيانا يعني قليلة اللعبة كانت مفتوحة والفويب ما اشتغلتش جدا لما عملت للعبة. فيعني اعتقد بتفرع على حسب اللعبة بتفتح لكن يعني بغض النظر انت دايما هتأكد اللعبة مقفولة. يعني انت هتجي تلعب هتروح رايح هنا تعمل تشغل الباتش ده تدوس انتر لما يقول لك اوكي بعدك هتفتح اللعبة وهتلاقي الدنيا معاك مزبوط. يلا اتمنى عندك يكون مزبوط. يلا اتمنى عندك يكون مزبوط. يلا اتمنى عندك يكون مزبوط.